يعني كالمعتاد أخي خالد عندما يكون قوات الاحتلال بالدخول إلى قبر يوسف تحدث هناك مواجهات عنيفة تبدأ بإطلاق الكاتيف لقنابل الغاز هذا يؤثر على المواطنين داخل منازلهم المحيطة في قبر يوسف هناك أربع إصابات ثلاثة بالرصاص الحي وواحدة شاضية نقلوا إلى مستشفى رفيدية أيضا هناك إصابة بكم باليد عولجة من قبل التواكم وتم تحويله وبعد ذلك إلى مستشفى رفيدة لإستكمال العلاج هناك أربعين إصابة اختناق بالغاز في محيط قبر يوسف هناك منع لسيارات الإسعاف من الوصول إلى الإصابات داخل مخيم بلاطة من قبل جنود الاحتلال